لكي نبين أن الربع A B C دي عبارة عن متوازل أطلع يجب أن نبين أن المتجهة A B تساوي المتجهة D C أو أن المتجهة A D تساوي المتجهة B C وذلك باستعمال إحداثيات الموقات A B C D إذن نحسب أولا إحداثيات المتجهة A B إذن لدينا إحداثيات المتجهة A B هي X B ناقص X A Y B ناقص Y A تطبيق عدد X B فهو 3 ناقص 1 ثم Y B 5 ناقص Y A 2 فنحصل على إحداثيات المتجهة A B هي 2 ثم 3 ثم نقوم بحساب إحداثيات المتجهة D C إذن إحداثيات المتجهة D C هي X C دائما نبدأ بآخر نقطة ناقص X D Y C ناقص Y D تطبيق عدد D إذن لدينا X C هي 4 ناقص X D 2 ثم Y C 1 ناقص بين قوسين Y D هي ناقص 2 فنحصل على إحداثيات المتجهة D C هي 4 ناقص 2 ثم 1 ناقص ناقص 2 فهي 3 نلاحظ أننا لدينا نفس إحداثيات بالنسبة للمتجهة A B والمتجهة D C إذن المتجهة A B تساوي المتجهة D C ومنهو الربع أبس دي عبر عن متوازيه الله ومنهو الربع أبس دي عبر عن تحركة له